الحاجة التانية وهي برضو تخص جماهير الاهل انا عارف الجمهور دايما بيكون حريص على متابعتنا ومتابعة شاشة الاهل وبرنامج الترند ساعات الاخيرة المواقع كلها بتتكلم على ان فيه عروض لمرسل كولر وان كولر بيناقش وبيبحث في العروض اللي جاياله من بعض الاندية العربية وتحديدا في الدوريات الخالجية عايزة اطمنكم ان كولر مرتبط بتعاقد مع النادي الاهلي كولر لم يبدي اساسا اي فرصة لمنقشة اي عرض كولر كل تركيزه مع الاهلي الاستمرار خلال الفترة اللي جاي كولر رغم نجاحاته الكبيرة جدا مع النادي الاهلي لكنه مبسوط جدا بالتعاون اللي ما بينه مع قطاع الكورة ومع الكابتن محمود الخطيب خلال الفترة الحالية فكل الكلام اللي بيكتب في السوشيال ميديا بلاش يصدر لكم اي قلق او اي تخوف مش هتكلم على البنود التعاقدية الراجل مرتبط بعقد مع النادي الاهلي والراجل لسه مستمر مع النادي الاهلي وعقده لسه مستمر مع النادي الاهلي لفترة طويلة كمان ولكن الراجل اصلا مش بيفكر في التفاصيل دي ولم يفتح باب المفاوضات مع اي حد كولر كل تركيزه ازاي يقدر يحقق نفس الانجازات اللي اتحققات العام الماضي وزي ما انتوا شايفين كل 72 ساعة مباراة وبطولة مش مباراة ده كل 72 ساعة بطولة بطولة مختلفة السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمة الدوري العام مباراة المصري بكرة سان جورجي في دوري ابطال افريقيا الاسبوع اللي جاي عندك ماتش امبي في كأس مصر بعدها باسبوعين رايح للسوبر ليج بطش سيمبا التنزاني فانت كل 3 ايام بطولة مش مطش بطولة مختلفة عن البطولة اللي انت بتلعب فيها ورجل عام بكاس عالم اندية فطموحاته كبيرة جدا مع النادي الاهلي فمحدش هيئلة البعض بيحاول يكتهد البعض بيحاول يجيب معلومة انا واثق ان البعض بيحاول يجيب اخبار ومعلومات ولكن انا عايز اطمن جمهور الاهلي محدش هيئلة محدش يعني حاول يتفاعل مع الاخبار اللي ممكن فيها تعاقدات للعيبة او مدير فني في استقرار في استمرار للمدير الفني مع النادي الاهلي والرجل اساسا ما بيفكرش في اي عروض كل تركيزه مع الاهلي الفترة اللي جاية وده طبيعي ومنطقي على فكرة ده طبيعي من ايام مستر مانويل جزيه جزيه هو مع الاهلي كان بيجي له عروض من المنتخبات ومن الاندية وجاله عروض من الاندية السعودية وراح بعد كده راح بعد فترة درب درب منتخب انجولا وراح درب في السعودية بعد فترة ولكن اثناء تعاقده مع الاهلي كان كل تركيزه مع الاهلي نفس الامر حاليا مع كولر هيجي له عروض وهتفضل العروض تيجي لمدرب الاهلي لانه هو مدرب الاكبر فريف في افريقيا وفي الوطن العربي وبالنجاحات اللي بيحققها طبيعي جدا تجي له عروض ولكن هل هو بيفكر فيها لا هل هو مستقر مع النادي الاهلي وشايف استمراريته مع النادي الاهلي افضل بكتير نعم فمحدش يقلع خالص من الاخبار المنتشرة على السوشيال ميدان انا شايف كلام كتير جدا سواء على تويتر او حتى في الفيسبوك